السلام عليكم طلبة العزاء اليوم سوف تكون محاضرتنا استكمالاً للمحاضرة السابقة وهي المحاضرة الرابعة والخاصة بجمال الشرط سوف نبدأ موضوعنا اليوم أولاً بالشيك بوكس اللي هي مربع الاختيار الشيك بوكس هذا هو الشكل الخاص بها في البرنامج تستخدم هذه الأدات من أجل اختيار واحد أو مجموعة خيارات من مجموعة معطيات معطاة إليك في السؤال إذن تستخدم هذه الأدات من أجل اختيار واحد أو مجموعة خيارات أهم هذه الخصائص الموجودة لهذه الأدات هي الـ Alignment اللي هي تغيير الاتجاه الكتابة من اليسار إلى اليمين أو العكس والخاصية الثانية والمهمة والتي تميزها هي خاصية الفاليو القيمة إذ يوجد للمربع الاختيار قيمتين الأول قيمة هي zero unchecked أي إن خاصية الفاليو للأدات سوف تحمل القيمة صفر في حالة عدم التأشير داخل المربع نقصدها هنا يعني هذا من النفذ من النفذ مفروضاً هنخلي هنا صفر يعني هذا علامة الصح في حالة عدم وجودها فراح تكون unchecked فبالتالي القيمة مالتها صفر فسرح تصير مالتها الكود check1.value يساوينا zero أما في حالة وضعنا الصحها هنا فإذن الone checked أي إن خاصية الفاليو للأدات سوف تحمل القيمة واحد في حالة التأشير داخل المربع وبالتالي راح تكون ككود هو check1.value يساوينا وحد طبعاً إحنا راح إن شاء الله نشرحها بشكل أكثر مستفيد و تكون أكثر مفهومة من خلال التطبيق فهيسا راح نروح على الزر الاختيار الثاني اللي هو option bottom و نسوي المقادمة من بيناتهم ومن ثم نعود بعد قليل التطبيق هسا الحالة الثانية اللي هو مزرع يعني اللي هو الزر الاختيار اللي هو option bottom هذا هو الشكل مالتا أيضاً خليه هنا هذا هو الoption bottom تستخدم هذه الأدات لاختيار عنصر واحد فقط من بين عدة عناصر إذن سألوه جيني سؤال what the difference between checkbox and option bottom فأول أول اختلاف أنه checkbox هو يستخدم من أجل اختيار واحد أو مجموعة خيارات أوكي من مجموعة خيارات مطروحة إلك أما option bottom يستخدم هذه الأدات لاختيار عنصر واحد فقط من بين عدة عناصر مثل ما قلنا أيضاً الاختلافات المهمة الأخرى الـ alignment هي نفسة اللي هي تغيير هذه الخاصية تجاه الكتابة من يسار إلى اليمين أو بالعكس لكن الفرق الثاني المهم اللي هو value قيمة value هنانا القيمة مو 0 و 1 وإنما القيمة راح تكون false و true أي أن خاصية value للأدات تحمل القيمة false يعني إذا هسنا نجي أنطبق بهاي الحالة عدم وضع يعني خلينا نقول التأشير في داخل هذا الدائرة ما الـ option 1 فإذن القيمة مالتها شرح تكون حتكون false في حالة عدم التأشير داخل الدائرة فبالتالي شرح تكون مالتها الكود option1.value يساوينا false أما في حالة وضعنا التأشير ها هنا فش رح نحصل قيمتها؟ قيمتها سهنا نحصل true في حالة التأشير داخل الدائرة فبالتالي إذن الـ option 1.value يساوينا true فإن شاء الله إحنا راح نتعرف عليها كلها بس من نجي نطبق المثال اللي حنت نطبقها إن شاء الله على قليل فس قبلها راح نأيضا نتعرف على أداة اللي هي الفرايم لهاي الأداة هي تعتبرت وتستخدم كأداة كوعاء لباقي الأدوات الأخرى يعني هاي الأدوات اللي أحنا ستنخليه مثلا هسا أنا مثلا إثناني أنا عندي هذا هاي الأداة اللي هي إيش command وعندي check وعند الـ option هذولا كلهم أقدر أخليهم كشي تنسيقي وشكل أرتب بخلال ضمن هذا الفرايم فإذن هو عمل الفرايم ها هنا هو فقط من أجل تحسين المظهر وجمع الأدوات جميعها في داخله طبعا أهم نقطة لازم نفهمها يفضل يفضل إنه تكون من double click ونضيفه لا وإنما click واحد ومن ثم نقوم برسم هذا الفرايم لأن في حالة double click راح تكون فرات استجابته ضعيفة للأوامر أوكي راح نحاول نتعرف على المثال الأول اللي راح نطبقه الآن المثال هو شيريد المطلوب المطلوب عمل برنامج يجري عمليتي الجمع والضرب بين عددين باستخدام انتبه على هالهجاية زر أمر واحد مع إتاحة الخيار للمستخدم للتحويل يعني العملية من الجمع إلى الضرب وبالعكس إن عيدة عمل برنامج يجري عمليتي الجمع والضرب بين عددين باستخدام زر أمر واحد مع إتاحة الخيار للمستخدم للتحويل ما بيأتهم أوكي حسب المألف تمت من قاني هذا السؤال إذن قاني المفروض عندي هذا الزر هو اللي يطيني إتاحة الخيار للتحويل ما بين عمليات الجمع والضرب وبالعكس إذن يفضل ها هنا استخدام اللي هو check box أول شغلة خلي نسوي الفرين حتى نبدأ نرسم بداخله الأدوات اللي أنا راح أحتاجها فهذا أول أداة المفروض أنا إيش هسوي أدخل عندي مربعي نص حتى أدخل بيها القيم وثلاث مربعات label حتى أسوي بيها الإشارات والمساواة وأخراج الناتج فإذن نيجي هسه بالبداية أنا ش أحتاج أحتاج التكست هذا التكست وان ومباشرة أطبق عليه الخواص اللي هو هنا أهم خاصية أنه أحدث كلمة التكست بالداخل أوكي نروح هسه على التكست الثانية أوكي أيضا نخليه هنا ونفس الحالة هسه ش أحتاج ثري label الغرض من هاي الثري label هو إيش؟ حتى نخلي الإشارة بس أن ما راح أخليها هي راح تظهر لأن آنج راح أسوي لح أقول له هي لو عملية ضرب لو عملية جمع وشو نسوي هاي الخاصية من خلال تشيك بوكس إذا خليت الشرط أو عدم التأشير أوكي طلت فأوكي نكمل هذا ال label المفروض اللي حخلي بي علامة المساواة وهي ما عندي بي مشكلة مباشرة أخليه وأروح هنا مثلا بال alignment حتى أخلي مثلا بال center إذا أريد أكبر على عملية الإشارة فراح نروح على font وهنا ننطيه مثلا خلي نقول bold ونكبر القيمة فصارت 16 إلى آخره هسا هنانا هنخلي آخر واحد من كلايبل ليكون عملية أخراج الناتج أيضا أروح هنا هنانا حتى أوكي هسا صار عندي أنا كشكل أولي هسا أنا المفروض شاحتاج سأحتاج checkbox هذا هو checkbox أكيد أحتاج command لكي أكتب بالcode هنا طبعا نفس الحالة نطبق عليه الخصائص مثلا أنا هنا أريد أكتب إنه من الضرب إلى عملية الجمع وأيضا أقدر مباشرة أروح على الخصائص اللي هي alignment أقدر هنا نبعه هنا أشكم خاصية هنا عندي أما إلى اليمين أو إلى اليسار أيضا نروح مثلا إلى font حتى نكبر الخط أوكي هنا بالنسبة الcommand نفس الحالة حنروح على الفونت أيضا نخلي bold نخلي 16 حنروح حسا هنا على caption قل له أحسب الناتج هسا أنا أكملت بتصميم وقومت الخصائص هسا المفروض أجي أكتب الكود من أجي أدخل وأنا أروح طبعا أكيد حنروح على command أحنا نجد نقول هسا قبل شوي أحنا هو الغرض من عنده هو عمل برنامج يجب عمليات الضرب يعني أما عملية الضرب أو عملية الجمع بين عددين باستخدام زر أمر واحد مع إتاحة الخيار للمستخدم للتحويل ما بين العمليتين إذن هنا أنا أنا متل ما قلت أنا أحتاجت فإذن شون أربطها لازم أربطها بشرط إذا كان check box يساوينا واحد لأننا قيمة التأشير هي واحد إذا نخلي العملية مثلا جمع فلهذا بعشون حاجي أكتبها حصير if check ok if check one dot value باع مباشرة بس خليت قامت تظهر لي القيم فهي value أوكي طبعا إهلانة لكوني أنا ضغطت enter أنا حبيت بس أشوفكم الخطأ يعني من يضغط enter كأنه تقول لي أنت نفذ فما يصير فإنت لا ما تضغط enter وإنما إيش بالماوس نفسه تختار يعني ال option اللي أنت تيده يساوينا واحد then أوكي هسا ما هناك مشكلة بالضغط للأنتر لأنه راح ينتقل طبيعي إلى يعني الخانة اللي بعدها label one أوكي dot أيضا caption أنا هذا القصدي باعه بالماوس أختارها أوكي dot caption شي ساوينا two quotation أحنا تذكرون ليش نخلي two quotation لأن أنا هنا أنا أريد أقول له هاي صورة اللي هي علامة الجمع هاي صورة نزلها وين بالمكان الفلاني إذن حين نزل عملية الجمع هنخرج الناتج أحنا وين هنخرجه أحنا حسب ال design ما لاتنا نتذكره هذا هنانا هذا شسمه label three فإذن نرجع أوكي فش راح يصير إذن label أوكي three dot caption تذكر العملية العملية أني اللي أريد أسويها هي عملية جمع العملية الجمع تذكرون شون قلنا نسويها هي عبارة عن الثال الثال أفتح قوس text one أوكي لأن أنا عندي text one حسب التصميم أسد القوس إحنا كنا مو قلنا نكمل text إلى آخره زائداً نفس الحالة قيمة الثال text two أيضاً نغلقه هذا الشرط هو اللي يتحقق واحد فقط إذا if check one dot value يساوينا واحد يعني إذا أنا خليت التأشير إذن هي العملية لها شرح تكون عملية جمع فطبق بال label three خرج لي العملية الجمع اللي هي value text one زائد value text two بس أنا ما طهيت الشرط الآخر اللي هو أوكي إذا مو عملية جمع شرح تصير عملية ضرب فإذا بهاي الحالة شرح أستخدم هستخدم ال else يعني هستخدم الحالة f else فهذا شرح أقول لي إذا ما كانت عملية جمع فإذا غير هذا else شرح أستروح هروح على label أوكي label يا label آن دا أشتغل به المفروض حتظهر به العلامة الضرب هو label one فروح إلى label one dot caption أوكي dot caption وأيضا شرح أسوي له هالمرة يساوي two quotations بس هالمرة شرح يكون two quotations عملية الضرب two quotations أوكي عملية الضرب أوكي ومن ثم اذهب إلى label three أوكي label three روح إلى label three بس هالمرة إيش هتسوي عملية الضرب ما بين text one with text two فأسرنا سنقول له text one مضروبا في text two ومن ثم ما سنقول له لازم لازم أقول له and if لازم أنهي الشرط and if هل نجي نفذ هل نشوف هل هنا أنا إذا خليت مثلا القيمة الأولى وهنا القيمة الثانية إذا ما خليت هنا علامة الصح وقل له احسب رأساً طلعت لي عملية الضرب صلت ما بين الثلاثة والخمسة صلت بناتهم عملية الضرب أما إذا خليت هساً هنا tick ورجعت ضغطت وأسألت غيرت العلامة إلى علامة الجمع وصار عملية الجمع ما بين الثلاثة والخمسة طبعاً طلاب يعني هستشفتوا هذا التصميم البسيط اللي احنا سويناه بس آل من الممكن أنه أصمم بهاي الطريقة هو نفس التصميم بس تشوف الألوان اللي أنا نضفتها للخلفية الفرايم والخلفية وإلى آخره اللي هو الفينشينغ اللي احنا كل مرة نقول اللي لازم تتعلمه ولازم تضبطه واللي احنا تعلمناه من مثلا عندك الباك كالر وعندك بوردر ستايل وإلى آخره هذا بالنسبة للمثال الأول بالنسبة للمثال الثاني اللي رح أيضاً نشرحها اليوم هو التالي المطلوب عمل برنامج يقوم بتحويل درجات الحرارة من المئوية إلى الفرنهايت أو بالعكس بهذا البرنامج ما نحتاج؟ نحتاج إلى مربع ناص تيكس واحد وملصق واحد اللي هو اللي بل وزر أمر اللي هو الكوماند والأكيد اللي هو اللي هو اللي فرايم حتى نخلي بداخلها هاي الأدوات بالإضافة إلى الأوبشن أوكي فمن نيجي نريد نسوي التصميم فبالبداية راح نخلي التكس اللي هو اللي هندخل به القيمة هذا أول واحد خلي نخلي أول شي فرايم خلي نخلي فرايم حتى نخليها قلها بالداخل كشكل فبالتالي إذن شهتاج أنا هسه تيكست خلينا هذا التكس ونطبق عليه مباشرة مؤخر هذا روح على نعدله السنتر روح مثلا على الفونت نكبر الفونت مالتها هذا أول شي خلصنا التكس بعدين وراها شو حا أحتاج راح أحتاج إنه أنا الكوماند والتخريج خلي نخلي بالبداية اللي هو هنالي بالنعاية أيضا خلي نغير الفونت مدام إحنا موقفين عليه ستتعاش هسه نصعد بالنسبة للايمنت خلي بالوسط وأيضا بالنسبة لكابشن هاي نشيلها حتى نتخرج بها النتيجة أحتاج بعد إيش؟ أحتاج الكوماند خلينا نكون هنا هنا ما راح أسمي؟ مثلا ستارت أيضا أقدر هي في المنتصف أكبر حجب مالتها إلى آخره هسه نش أحتاج أحتاج الـ Option آي هنالي ليش اختارت الـ Option طلاب؟ ليش اختارت الـ Option لأنه هو اختيار واحد أنا ما بدأ أختار أختار هو لا سيليزي لا فرنايت فبالتالي لازم أخليش كم؟ لازم أخلي ثمين لازم أخلي إيش؟ لازم أخلي ثمين Option الأول اللي إيش هيختارلي اللي حيختارلي اللي حيختارلي أوكي from edge to edge from سيليزي to فرنهايت أيضا أقدر هنا أنا بالنسبة عمنا هو low right low left ماكو السنتر نروح على الفونت نكبرها أوكي نفس الحالة هذا خلصنا بالنسبة للأول حسا بالنسبة للثاني اللي أنا لازم أخليه حتى يحول لي إلى الصيغة الثانية من درجة الحرارة أوكي نروحي هنا أنا على كابشن شو حصير هالمرة from فرنهايت to سيليزي هسا هذا كتصميم أولي أحنا خلصنا هسا إذا أريد أكتب الكود أكيد راح أضغط على الكماند دابل كليك راح يحولني إلى صفحة كتابة الكود فهنا هنا حاجة يكتبع هنا أنا أيضا لازم أبديها بشرط الشرط شو يقول في option 1.Value ساوي نترو إذا أنا خليت تيك بالoption 1 معناته إذا العملية شو حيحول لي من السيليزي إلى فرنهايت بس أنا ما أقدر ما أخلي بحيث مثل قبل شوية شفناها بالشيك بوكس أنا ما خليت نقطة خلي نقول بالاختيار فهو افتهم البرنامج إنه هي العملية ضرب هنا ما أقدر هنا لازم أخلي له option ثاني هذا الoption هو اللي أخلي بي اتشك حتى إيش حتى يحسب لي فهذا راح أصير اف option one dot value أوكي مثل ما قلنا من خلال الماوس شي يساوي نه هالمرة يساوي نه true ممثل السابق اللي كان ايش لو بحثت هو البرنامج مباشرة نشخرج لك هو أنت حتخلي false لو true بالنسبة إلي فأحنا بالنسبة إنا هنخلي هو true then بمعنى آخر إنه أنا حتخلي له check هخلي له إيش نقطة label one dot caption one dot caption راح سأكتب له القانون اللي هو يحول من سليزي إلى فرنهايت القيبة one حتكون مدخلة حتكون مدخلة بالtext one زائدا إيش اللي هي 32 لو حتى نكتب القانون مع التحويل في حالة إذا ما كانت وما خلينا إهنان أحنا التك فمعناته إذن أكو if else اللي تعلمناها بالمحاضرة السابقة أيضا إذهب إلى label one بس هالمرة ش راح تحسب لي من فرنهايت to age to series فإذا label one dot caption يساوينا أيضا وين حتصير شغلنا أكيد بالtext one ناقصا 130 مقسوما على واحد عدد صف واحد عدد صحيح دوت ثمانية أكيد لازم بباش ننهي and if ثم حتى سنطبق هذا هو الشكل البسيط أكتب لداشة الحرارة مثلا 44 فإذا كنت أريد إهنانا واعو إهنانا إذا أقول لها سنفد أوكي إش نفد لسا هو؟ هذا إش نفد هذا هذا لأن إهنانا ما دام طلاب هو سنفد سنعيدها نوقف ونعيد ونتبه طلاب هو سنفد يعني سهلا خل لهنانا تك ولا هنانا خلتك وانطيت رقم مباشرة إن قلت لستارت يعني دست على كومنت على موت التنفيذ نفد له وانطاني هذا الرقم ليش هذا الرقم هنا يمثل اللي هو الـ إذا ما كانت هاي ترو ما كان هنا صح ما كان هنا التك مباشرة شرح يفتهمها إذا هي الـ حولها من فرينهايت إلما للسليزي بس إذا خليت حسا هنا التك وجيت نفدت لا طبيعي راح يفتهم إنه هاي ترو فبالتالي حولها من سليزي إلى فرينهايت هذا المثال الثاني الثاني أيضا نقدر نسوي يعني هذا الشكل كفنيشينج ونخلص مثلا هنا شون كتبت بالفريم غيرت التسميم والفريم سميته تشينج رتبت الألوان والخلفيات وإلى آخره أوكي المثال الأخير هذا المثال المطلوب من عندنا التالي المطلوب عمل برنامج لتغيير درجة الحرارة بحيث تتيح للمستخدم اختيار واحد اختيار إيش؟ واحد من أما سليزي أو فرينهايت أو كيلفين أو راكينج وتغييره إلى واحد من سليزي أو فرينهايت أو كيلفين إلى أورين كينج يعني هناك بعش منطينة هو منطينة بمعناته هو هذا أنه أنت لازم مفروض تسوي لبرنامج يغير درجة الحرارة المستخدم من هذول الأربع اختيارات إلى هددني الأربع خيارات فبالتالي التصميم لازم يصير هكذا from temperature to temperature أوكي لازم يكون بهذه الصغة فالتصميم هذا البرنامج راح أحتاج إلى نص هنا تكست للإدخال وأيضاً أحتاج إلى للايبل للإخراج والكومنت لعملية التنفيذ وكذلك وإطارين هذا فريم أول وهذا فريم الثاني وبالداخل ثمان أزرار option ثمان أزرار ايش؟ option لأن هذا الـ option هو الوحيد اللي ينطيني خيار إنه واحد منا واحد منا يعني لا أريد أكثر من خيار لأنه السؤال يقول لك حاول لو سيليزي إلى سيليزي لو سيليزي إلى فرينهايت لو فرينهايت إلى سيليزي لو فرينهايت إلى كلفن فلهذا أنا أخذت إيش؟ أخذت هنا الـ option من أجل أريد أكتب الكود مال هذا السؤال من أجل أضغطه هنا هذا هو الكود ليش؟ بقى الكود طويل ليش هنا صار كبير؟ لأن هنا أنت المفروض تأخذ واحدة واحدة سيليزي حتحولها إلى سيليزي سيليزي حتحولها إلى فرنهايت سيليزي راح تحولها إلى رينكينج سيليزي حتحولها إلى كيلفين خلصت نرجع من جديد من فرنهايت إلى سيليزي فرنهايت إلى فرنهايت فرنهايت إلى رينكينج فرنهايت إلى كيلفين رينكينج إلى سيليزي وهكذا فبالتالي الكود صار كبير فليجي نبدي على أول واحد اللي هو من سيليزي إلى سيليزي في option 1.value يساوي نترو إذا خلينا tick AND حتى يفهم أنه أنت تريد تحول من سيليزي إلى سيليزي وانطيني النتيجة من سيليزي مع فرنهايت وانطيني النتيجة فلهذا هنا ربطناها بإيش بأدات اللي هي الAND AND OPTION 5.VALUE لأننا هنا من نرجع هذا يا OPTION 5 هذا يا OPTION هذا الONE هذا التو من أي دارة الطوية هذا شو حتكون تو ويا من ويا السبعة OPTION 7 نرجع نكمل فإذا الLABEL 1 يساوينا text 1.text مضروبة في واحد لأن في نفسه من سيليزي إلى سيليزي فإذا AND IF انهي بالنسبة أول واحد أما في حالة إذا انتردت من سيليزي إلى فرنهايت فاش راح يصير IF OPTION 1.VALUE يساوينا true AND ربطتها ويا الOPTION 6 اللي هو ما منه اللي هو هذا اللي هو هذا هذا الOPTION 6 ربطنا وهكذا بالنسبة للسيليزي أما إذا رحنا عريد أشتغل هسا من فرنهايت إلى سيليزي من فرنهايت إلى فرنهايت وإلى آخره يساوينا true حيصير الكود IF OPTION 2.VALUE يساوينا true AND OPTION 5.VALUE يساوينا true THEN اللي بل هنا أشتغل هساوي من فرنهايت إلى سيليزي text1.text ناقص 32 مقسم على واحد واثمانية AND IF أما إذا أحاول من فرنهايت إلى فرنهايت فإذا IF OPTION 2.VALUE يساوينا true رح أربطها ويا الOPTION 6 اللي هو أيضا فرنهايت إذا كانت true THEN إذا اللي بل 1 هو عبارة عن التكست في واحد AND IF أما إذا أريد من فرنهايت إلى رنكينج رح تكون IF OPTION 2.VALUE يساوينا true AND OPTION 7.VALUE يساوينا true ثم إذا اللي بل 1 يساوينا text1.text ناقص 230 واحد ثمانية زاد 460 وهكذا طلاب هكذا رح نكمل على الكل خطوة خطوة فمن أجل السائد أطبق حيكون كتال إذا سأل خالد تك هنا وأيضا حوله إلى كيلفن وحخليه مثلا 44 وأقول له حول أو من أيضا حول هاي الأربعة واربعين من فرنهايت إلى رنكينج وأقول له إيش؟ أحسبها أيضا حول الأربعة واربعين هاي من كيلفن إلى فرنهايت وأقول له حول وهكذا هذا بالنسبة للمثال الثالث إيكال موجود والأخير لديكم طلاب زين في عدنا مجموعة من التوتوريال موجودة نتمريني هنا التمرين الأول التمرين الأول إيش دا يقول لي؟ يقول لي أحول مطلوب عمل برنامج وشابه المثال السابق اللي هو دا نحشي بيه من فرنهايت وجماعته لكنه يستخدم تغيير العملة بين الدولار والدينار واليورو بالاعتماد على إدخال ما يأتي دا يريدني أنه سعر المراد التحويلة المبلغ زين سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وأيضا سعر صرف اليورو مقابل الدينار العراقي حيث نفس الصيغة هذا كله قبل شوي حشيناها من سليزي إلى فرنهايت من سليزي إلى كيلفن إلى آخره الدولار إلى دينار دولار إلى دولار نفس الصيغة نفس التصميم بس الاختلاف هنا التسميات ونفس العمليات الكتابة الكود فمعناته إذن هنا نش أحتاج أحتاج تيكت للإدخال وأحتاج ليبل للإخراج أحتاج كماند لعمليات كتابة الكود أحتاج فريم لأن هذا المبلغ البداي الأول يعني هنا أنا حدخل الكود وهنا لربط هنا المبلغ النهائي ففريم وان وفريم تو وأيضا الأوبشنار من أجل يتكتب هسا الكود يعني بالنسبة للإدخال الأوبشن الأول اللي هو شنو من دينار إلى دينار من دينار إلى دولار وهكذا ففي أوبشن 1.Value يساوي نترو ربطة وياما إذن إذن لأن دينار إلى دينار فالتاكس 1 مضروعة في 1 and if أما إذا إذا حاولي دينار إلى دولار إذا أوبشن 1.Value يساوي نترو and option 5.Value يساوي نترو ذين اللي بل هنا أش راح يصير لا مثلا سعر الصرف كان 1180 فهيصير تيكت 1 مقسومة على 180 and if أما إذا إذا حاولي اليورو إذا أوبشن 1.Value يساوي نترو and option 6.Value يساوي نترو ذين لابل 1 يساوي نتكت 1.Tex مقسومة على 1750 هذا التصريب بالنسبة لليورو أما إذا أريد لا هالمرة أحتاج إذا أحاولي دولار إلى دينار أو دولار إلى دولار أو دولار إلى اليورو فالش راح يصير if option 2.Value يساوي نترو and option 4.Value يساوي نترو ذين إذا لابل 1 يساوي نتكت 1.Tex وابل وابل في سعر الصرف اللي هو 1180 and if أما إذا أحاول دولار إلى دولار if option 2.Value يساوي نترو and option 5.Value يساوي نترو ذين راح يكون Tex 1 مضروبة في 1 فليهذا ما نكتب يعني مفيد مشكلة يعني لأن ما راح يؤثر إنه هو في نفسه أوكي and if أما إذا لليورو فوح يصير بهاي الصيغة أما إذا أحاول اليورو إلى دينار شو حصير if option 3.Value يساوي نترو and option 4.Value يساوي نترو ذين إذا Tex 1 حضربها في سعر التصريف لليورو اللي هو 1750 وهكذا خلي نحاول النفذة إذا أنا أحتاج من دينار أيضا حاوله إلى دولار وأقول له مثلاً أنا عندي 66 مثلاً يعني ما رأي مني 66 خلي نقول مثلاً فانطعني المبلغ المفروض للتحويل إذا أريد لأ من دولار إلى يورو هذا المبلغ فانطعني المبلغ اللي أحتاجه لعملية التحويل طلاب أرجو أن تكون هذه المحاضرة مفهومة لديكم إن شاء الله نعود لكم بالمحاضرة القادمة مع الفصل الخامس أرجو قراءة هذه المحاضرة جيداً والسلام عليكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم